تفقد نائب وزير الصحة والسكان عمرقانديل عددا من المنشآت الطبية ووحدات الرعاية الأساسية بمحافظة الفيوم وذلك في إطار استكمال المرحلة الأولى من خطة الوزارة بالمرور الميداني على المنشآت الطبية في محافظات الصعيد وتواصل المباشر مع المواطنين ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية واستهل نائب وزير الصحة جولته التفاقدية على المنشآت الصحية بالفيوم بزيارة مركز طب الأسرة بمنشآت طنطاوي التابعة لإدارة سنورس الصحية واستكمل جولته بزيارة مركز طب الأسرة بقرية إلياس ثم مركز أبو جنشو الطبي بإدارة أبشواي الصحية وأوصى بإعادة تدريب الفارق الطبية